طيب فيه النهاردة ما كنتش حابب أبدأ بالموضوع ده الحقيقة بس هو موضوع سخيف تسمعوا حضراتكم عن المطرب العالمي اللي اسمه براين آدمز اللي ما يعرفوهوش براين آدمز ده واحد من أشهر عالميين عامل زي ماركيل جاكسون كده عامل زي ريهانا وبيونسي وشاكيرا وكده يعني وخوليو جلاسيوس والناس دي براين آدمز كان في مصر اليومين اللي فاتوا وبيعمل حفلة كبيرة لإحدى الشركات يعني انتوا عارفين شركة اتصالات اللي هي مبنيلة تحولت بقى شركة أورانج يعني فكانوا عاملين حفلة كبيرة عن صفح الأهرام وجايبين مطرب عالمي يحيي هذا الحفل وهو براين آدمز وجيه وحيا الحفل والدنيا كان زي الفل وكتب امبارح براين آدمز ان انا استمتعت جدا بالحفلة واستمتعت بمصر وحاجة تاني وبتاع كان زي الفل هنسيبه كده بقى نبقاش مصر لازم نديله الختم قبل ما يروح براين آدمز وهو مسافر مع الجتار بتاعه الجتار بتاع براين آدمز ده هو ده اللي انتوا شايفينه قدامكم من موليد 1957 مش براين آدمز الجتار الجتار يعود تاريخ صنعه ل1957 يعني الجتار اثري عريق محترم تمنه زي ما بيقول براين آدمز يفوق العشرة 15 الف دولار امريكي فوهو مسافر بيشحنه مش هياخده معاه الطيارة عشان يعني البوز بتاع الجتار ده يخش في وش اللي جنبه فبيشحنه فقوم ايه بقى احنا في الشحن في مطار القاهرة عبقري زمانه ام جايب علبة بوية وام كاتب على الجتار نفسه ومش مثلا جاب ورقة او لازق استيكر على الجتار لا دعم كاتب على الجتار نفسه بالبوية 3100 واحد صادر مطار القاهرة رصيف شحن جوي مش عقب ايه ولا معرفش الرقم اللي قدامكم كان 3800 كذا 52 براين آدمز وصل بيتهم وبيفتح الجتار لقام اختوم بقى بالختم المصري ده الرجل طبعا جات له سكتة قلبية خلاص يا جماعة احنا يعني مش لازم رجل جات له سكتة قلبية لما فتح الجتار ولطم وقالك ينهر سود والحقيقة عنده حق ويريته لطم بس ده كمان فضحنا ام منزل الصورة دي على موقعه على الفيسبوك وام كاتب كده قالك الزملاء العزاء في مطار القاهرة روقوني ومكتبين جرافيتي هو طبعا بيت تاريا انتوا عارفين جرافيتي ده اللي هو الرسم على الحوائط الموضة اللي انتشرت في مصر بعد 2011 لا صورة ومش صورة ورسوماته بتاع الحيطة فهو بالتالي يا براين أدم زوالك المصريين حبوا يسيبوني تسكار فقاموا عاملين جرافيتي على الجتار الغالي بتاعي هو طبعا مش عايز يقل إلا أدبه ويقول ان ده ينم عن جهل ويدم عن عدم احترافية وعدم تقدير الأشياء وعدم 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 وقالوا البكرة الصبح هتقولوا لي هي توصل لدرجة الفضيحة اقول لكم اي نعم فضيحة بكل المقاييس عاملة زي فضيحة اللي قال عليها فؤاد المهندس كده فتحة المطاهر ينطروا على المعاش شيء الحقيقة في منتهى الخجل الحاجة اللطيفة انه من ساعة ما حصل الكلام ده بارح بالليل والنهاردة الصبح وبراين آدمز نزل صوت الجتار وقال لك المصريين كتبوا على الجتار بتاعي بالبوية وبتاعه وربنا نسطر واعرف صلاحه ازاي وبتاع كتير آلاف من الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا رسائل اعتذار لبراين آدمز معظمها في سكة حقك علينا دي غلطة مش مقصودة ارجوك ما تزعلش ارجوك ما تاخدش على خطرك ارجوك رجع لنا تاني واحد من الحفلات تاني ارجوك ما تسوق سمعتنا برا كلنا كشعب مصري بنعتذر لك وبتاعه دي حاجة لطيفة جدا والرسالة دي وصلت لبراين آدمز ونزل تعليق او كومنت تاني على الفيسبوك قال انا بشكر كل الشعب المصري اللي اعتذر لي والموضوع عادي وعدة خلاص انا هحاول اصلحه وان شاء الله حاجة تاني بس انا في ان شاء الله حاجة تاني دي حسيت ان هي كان ناقصها في المشمش بس مش عارف ما كتبهاش ليه يعني هو السؤال هنا بقى يا سادة هو احنا الامتة حنفضل مش محترفين مش مش محترمين مش محترفين كنا في شغلنا يعني مطار القاهرة اللي هو وجهة السياحة المصرية استقبالا وتوديعا لازم يبقى فيه الناس اللي بتشتغل فيه ناس اللي احترافية يعني بتقوله السياحة متدمرها ليه اه عشان الارهاب ماشي بس مش بس عشان الارهاب السياحة متدمرها عشان الارهاب وعشان احنا تعاملنا مع السياح زي الهباب بنيجي نقلبهم وسوين التاكسيات بيقلبوهم والبزارات بيقلبوهم وكل اللي بيشوفهم بيقلبهم زود عليك ده عدم الاحترافية واحد سايح أجنبي جاي وجايب مع جهاز ولا جايب مع قطعة رادرة وبتاع عشان يشحنها يبوزها مش هيجي تاني فلازم نفكر احنا المشكلة فين عندنا عشان ما نعودش بس طول الوقت نقول اصلا الارهاب هو السبب لا يا جماعة مش الارهاب بس هو السبب احنا السبب احنا مش متعلمين كفاية مش متضربين كفاية مش محترفين كفاية مش متخصصين في شغلالتنا كفاية اي حد بييجي يشتغل اي حاجة الناس اللي بتشتغل في الشحن في المطار لازم تبقى عارفة هي بتشحن ايه واللي هي بتشحنه ده قيمته ايه سيبك من براين انا ماصر مصري ومسافر ومعايا حاجة نادرة من حاجتي يشوههالي حاجة تمانع عشر تلاف داخل مش بلاش تمانها مش مم فلوسها قيمتها عندي عزيزة مفيش حد نفكر ان الجتار ده ما ينفعش نكتب عليه بالبوية مفيش ورقة ده ان شاء الله لزقها بال انا قاسف يعني مش عايز اقول له بقوهو خلاه بعدش اقولها بالبتاع نلزقها بقوهو ستيكر ويكتب عليه اللي احنا عاوزينه لكن اجيب علبة بوية وفرشة واكتب عليها الرقم السركي بتاع الصادر والوارد ومش عافيه ايه يا جماعة الفشل الزريع اللي احنا فيه ده وبنقول لك احنا منتقدمش ليه والحقيقة كمان اللي انا مبدأ منه عشانا في الموضوع ده ان وزارة السياحة هتقول لي ايه علاقة وزارة السياحة اقول لكم علاقة وزارة السياحة ما وزارة السياحة دي هي علاقة بسمعتنا وطنشيط السياحة وبتاع من ساعة محصلة الفضيحة من البارح للنهاردة سوكموم بوكموم كان المفروض وزارة السياحة تطلع حاجة اعتذار لبراين ادامز وتروح تحقق مع الناس اللي في مطار القاهرة وبقى عارفين بقى تلبيس الطوائل بعض والنهاية الدم يتفرق ببيد القبائل وزارة السياحة لازم تطلع اعتذار لبراين ادامز تبعت له جتار جديد تروح هي تمسح له الطلاق مش عارف تعمل ايه بس في النهاية علينا ان احنا نتحرك اولا للاعتذار عشان نوقف الفضيحة العالمية رقم اتنين لازم نشوف بقى احنا فشلين ازاي والفشل ده يتصلح ازاي لان السكوت عليه الحقيقة جريمة جريمة لا يمكن ان تمر بلو الكرام شكرا